الرسالة دي بتظهر لي وانا شغال في مشروع وبعمل موضل ان بلايس او حتى بشتغل في الفاميلي ايديتر والرسالة دي معناها انو الرافت مش قادر يرسم على الورك بلاين اللي كان متحدد خليني اشرح لك ايه مشكلة الرافت هنا وازاي تفداها او ما وصلش للنقطة دي انا هقفل هنا الورنينج ده وهقفل حتى الموضل ان بلايس خالص وابتدي من الاول انا كنت واقف في 3d view وكنت مختار ان انا اقف على front view وبعد كده روحت على architecture component model in place واخترت الكاتيجر اللي انا عاوز اشتغل عليها اللي هي الولز مثلا وقلت له wall 1 مثلا انا عاوز اعمل extrusion حوالين الشباك اللي قدامي ده فاختار تول بتاعت extrusion دلوقتي الرافت لما باجي ارسم بيكون عنده مشكلة المفروض دلوقتي ان انا اختار الريكتانجل مثلا وبعد كده ارسم فبلاقي انه الرافت بيطلع لي المسج دي اللي هو cannot draw because work plane is at a very sharp angle in this view ودي زي ما قلنا معناها انه مش قادر يرسم على الورك بلين طب ايه السبب في كده لو انا دوست على close كده وقلت له انا عايز اشوف الورك بلين لو عايز اعمل show الورك بلين اللي already active معي دلوقتي لو دوست على show هلاقي خط ازرق تحت كده وهبص كمان في حتة تانية اللي هي وورك بلين الموجودة على اليمين دي فهفهم على طول انه الورك بلين اللي باشتغل عليه دلوقتي هو level 1 لو تحركت كده في 3D هلاقي فعلا انه الرافت كان شغال على level as a work plane وورك بلين معناها السطح اللي هو بيرسم عليه يعني بيبتدي منه الاكستروجن يعني لو رسمت ريكتانجل دلوقتي على الارض دي الزيرو بتاعه هيبقى level 1 ويبتدي يطلع لفوق لو انا قلت له ان الورك بلين بتاعي هو وش الحيطة هيبقى هو دل زيرو بتاعه ويبتدي يخرج عمودي على الحيطة دي لو اخترت حتى الage دي من الحيطة او السطح ده برضو هيبقى هو دل زيرو بتاعه بيدي تحرك في الاتجاه طيب ما هو انا واقف في 3D بيرسم عادي المشكلة القصة كلها انك كنت واقف في الفرونت فيو ودلوقتي بقوله انا عاوز ارسم ريكتانجل فباجي ارسم دلوقتي هو مش قادر يرسم على السطح لانه السطح ده على الارض دلوقتي وانا علشان ارسم على الورك بلين بتاعي level 1 محتاجة كوني شايفه قدامي سواء موازلي ابقى واقف في ال top view كده او في floor plan او حتى في ال 3D بشكل يسمحلي اني ارسم عليه اما لما انا كنت واقف في الفرونت فيو انا ما كنتش قادر ارسم عليه انه هو انا شايف ال level 1 ده او ال work plane ده عبارة عن خط طب هو انا اصلا مش عاوز ارسم على level 1 انا محتاج ارسم على الوش بتاع الحيطة دي طيب يبقى دلوقتي هقوله set work plane وبعد كده ممكن اقوله pick up plane بما اني عاوز استخدم وش الحيطة دي كسطح عمل او يبقى هو الزيرو بتاع الاكستروجن بتاعي فهقوله pick up plane ووكاي وبعد كده هختار وش الحيطة خد بالك من حاجة مهمة جدا دلوقتي انك تكون مفعل select elements by face لان انت لو مش مفعلها وقلت له pick up plane ووكاي لو جيت وقفت هنا كده للصبح مش هيرضى يختار الوش بتاع الحيطة كwork plane فلازم اتأكد انه select elements by face شغالة وبعد كده اقوله pick up plane ووكاي واختار وش الحيطة ودلوقتي الwork plane اتحول من level 1 الى basic wall generic 200 ميلي حيطة اللي انا رسامي ودلوقتي برضو اقدر ارسم الاكستروجن بتاعي لو انا عاوز اقوله pick line على اللي فات ده كده الافسد بتاعه مثلا 300 وبعدين اقرب من الخط ده كده دوس tab وكليك انا مش محتاج اشوف الwork plane خلاص انا عارف نوش الحيطة هبتدي من zero واخرج لبرة 25 سنتي هقوله finish finish كمان مرة هلالاكستروجن بتاعي فعلا اتعمل بدون مشاكل وخرج من الحيطة باتجاه عموده يبقى اخد بالي ان الwork plane بتاعي مضبوط سوى بتاعي model in place او شغال في family editor وانك واقف في view بيسمح لك انك تشوف الwork plane ده ويريت لو كان الview ده موازي للwork plane نفسه يعني مثلا انا هنا لو قفت في south elevation ده انسب مكان ارسم منه لانه موازي للحيطة اللي انا عاوز اعمل عليها الاكستروجن ولو خدت بالك دلوقتي اني لما اقوله model in place لو انا عايز اعمل حاجة تبع category walls اول ما بقوله extrusion على طول بيقول لي انت عندك مشكلة في الwork plane ليه لانه مش هقدر يرسم على level 1 قمال المرة اللي فاتت الورنينج ده مطلع ليش ليه او ما قل ليش ليه على طول اختار work plane لان انت كنت واقف في ال 3d وهو بالنسباله ال 3d view يقدر يرسم على level 1 بس انت مشكلتك انك كنت واقف في ال 3d view بشكل ما يسمح لكش تشوف level 1 وقفت في south elevation وقلت له انا عايز اكريت extrusion pick up plane اوكاي وقدر دلوقتي اختار وش الحيطة وارسم اي extrusion انا عايزه وبعد كده اقول له finish finish model واجل extrusion بتاعي من غير اي مشاكل اشتركوا في القناة